السلام عليكم ازيكم يا جماعة عمين ايه طبعا ما زلنا نتحدث عن موضوع الشائعات اللي على الفيسبوك اللي الناس كتير بتنشرها طبعا مش هي فاهمة يا بتنشر ايه عن طريق الجهل عن طريق عايزة تعمل فتن الله اعلم يعني الوضع بقى سيء يعني موضوع الصلاة ان بكرة جوا ما هتفتح والناس صباح تصلي مفيش اي اخبار يعني عن كده الناس بقالها يومين تلاتة عا تتكلم في الموضوع ده مفيش اي اخبار رسمية يعني ليه يعني النغزة من الموضوع ده حال فتنة عايزين تعمله فتنة في البلد وخلاص وكل واحد بينشر اي حاجة تتق الله ما تنشرش وخلاص اي حاجة اي خبر في الدنيا اي خبر ما تنشرهوش كده بتأكب منه الاول الناس كلها على الفيسبوك انا الصلاة والجوامع هتفتح والحكاية والهواية روح تسأل بتقول الجامع اللي عندنا هنا قال له مفيش الكلام ده اصلا قعدت ابحث على جوجل على وكلات الانباء على مجلس الوضع مفيش بيكذبوا الموضوع ده طب على اي اساس يعني انتوا بتقولوا كده يعني ده قلة ادب ده اسمها قلة ادب قلة ادب وعايزين تعمله فتنة وخلاص وفيه جانب تاني بينشره وخلاص مش فاهم حاجة بينشره وخلاص يعني عشمتوا الناس على الفاضي ان ايه بكة هنصلي في الجامع يعني ربنا ينتقم من كل ظالم يعني يعني اللي بيعمل كده ظالم لنفسه قبل ما يكون ظالم لبلده يعني وحسب الله نعمل وكيل يعني يعني شغل الشائعات ده مش هينفعوا زي ما انتوا شايفين دلوقتي اي حاجة يتبيع بلغ للنقب العام على طول عشان دي بقى بمسخرة من كل النواحي حسب يا الله نعمل وكيل ويعيت نتقرب بينه اكتر من كده يا جماعة وتحيات